اشتركوا في القناة 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 قصة يوسف عليه السلام فيها عظة وفيها عبرة تساند المؤمن المتدبر فيها تسانده في حياته اعظم هذه العبر والدروس فيما يظهر انه لا يمكن ان تصفو الدنيا لانسان ابدا دوام الحال من المحال لا تصفو الدنيا لأحد مهما بلغ من التقى والوراع الاستقامة او بلغ من الجاه والمنصب هذا نبي الله يوسف عليه السلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم تعرض لمحة عظيمة ومؤثرة ومؤلمة نحن عندما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى نتألم مع أن لم نعاني ما فيها فكيف به عليه السلام ألقاه إخوته من لحمه ودمه ألقاه في الجب ثم اتهمته امرأة العزيز زورا وبوتانا ثم ألقي في السجن كل ابتلاء وكل شدة أعظم من التي قبلها لا تصف الدنيا لأحد أبدا ولكن أخي الكريم المؤمن إن الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي إنما يبتلي ليعطيه إنما يبتلي ليعطيه فلا تجزع إذا صابك ابتلاء أو حلت بك نوائب الدهر بتقدير الله سبحانه وتعالى لا تظن أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنك أبدا أو أن الله تعالى لا يحبك أبدا أو أن الله يعاقبك سبحانه وتعالى وإنما ابتلاك ليعطيك كم في المحن من المنح العظيم وما أقبح الكلمة التي يقولها بعض الجهلاء الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى حق المعرف عندما يبتلى يقول ليش يا ربي لماذا ابتليتني أنا إيش سويت هذا لم يفهم حكمة الابتلا ولا يعرف حقيقة الحياة الابتلا إذا صبر عليه الإنسان واحتسب فإنه يكون خيرا من عجائب هذه القصة أيها الأحبة الكرام من العجائب التي تشد الانتباه وتأخذ بلوباب العقل أن هناك أحداث حدثت ليوسف عليه السلام عاقبتها تختلف وتتناقض مع ظاهرها عندما ألقاه إخوته في الجب ومشى وتركه هذا ظاهر شر ولكنه باعتبار العاقبة صار خيرا لأنه انتقل من الجب إلى القصر التقطه السيارة وأتوا به إلى مصر وعرضوه في السوق وباعوه في السوق فاشتراه عزيز مصر وأوصى أدخله إلى القصر وأوصى به خيرا أن يكرم وأحبه أهل القصر فإلقاه في الجب شر ولكنه باعتبار العاقبة صار خير لأنه كان سببا في وصوله إلى القصر ووجوده في القصر ظاهره خير قصر قصر عزيز مصر ولكنه في عاقبة صار شر لأنه اتهم وألقي في السجن ظلما وزورا وبوتانا وجوده في السجن شر إن السجن من أعظم المآسي والشدائط مهما كان السجن فيه من ترفيه أو من حقوق أو غير ذلك وفي النهاية سجن فهو وجوده في السجن شر ولكنه باعتبار العاقبة صار خيرا فانتقل من السجن إلى الحكم أتى به حاكم مصر ملك مصر ووله الخزائن وأصبح ممكنا في الأرض اعتبر لابد أن نعتبر من هذه العبر العظيمة وهذه التقلبات أن الأسباب أحيانا وفي كثير من الأحيان ليس أحيانا يكون ظاهرها خير ولكنها في عاقبة تكون شر أو تكون شر ولكنها في عاقبتها تكون خير فإن أصاب أحد مننا شدة فلا يجزع فإن هذه الشدة قد تكون في عاقبتها خير بل أن المؤمن الواثق في الشدة منتظر منتظر الخير وإن أصابته نعمة فلا يغتر ولا يركن وإنما يتق الله في هذه النعمة حتى لا تنقلب إلى شر من الحكم العظيمة في أحداث قصة يوسف عليه السلام قضية الرؤية هل الرؤية لها دلالة على أحداث مستقبلية الرؤية شيء يراه الإنسان في المنام ليس علم وإنما هو شيء يراه هل يمكن أن يكون له دلالة على شيء في المستقبل الجواب نعم فالرؤية التي رأاها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون لا تحققت بعد سنوات عندما استقدم عندما تمكن في مصر واستقدم أبويه وإخوته وخر له سجد سجود تحية إشارة مستقبلية والرؤية التي فسرها وعبرها وهو في السجن التي رأىها ملك مصر رأى سبع بقرات سيمان يأكلوهن سبع عجاف ورأى سبع سنبلات يابسات وأخر خصبة وغنية وفسرها قال هذا تقل بحوالي اقتصادية سبع سنين رخاء وخيرات وثمار ويأتي بعدها سبع عجاف تحققت فعلا وكان تعبيره للرؤية سبب في نجاة مصر من المجاعة فالرؤية يمكن أن يكون لها دلالة مستقبلية ولكن الذي يفسره يكون من أهل التفسير والتعبير ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى الملكة والحذر من المزالك الخطيرة الشيطانية في استغلال الرؤى لأمور تخالف الدين وتفسد حياة الناس وتجرهم إلى الهلاك وهذا وقع كثير في القديم وأيضا في الواقع الذي نعيشه فالتعبير ليس ممكن ومتاح لكل أحد وإنما هو ملكة وإلهام من الله سبحانه وتعالى ومن العبر العظيم العجيبة قصة قميص يوسف عليه السلام حضر في ثلاثة مواطن حدث حضر أولا عندما أتى إخوته بقميصه ملطخ بالدم وقالوا الذئب أكل يوسف إن شاء الله القميص السليم ليس فيه ليس ممزق وليس فيه ثقوب فكيف أن الذئب مزق جسد يوسف عليه السلام ولم يمزق القميص أيضا حضر القميص في قصة المراودة عندما أراودته مرأة العزيز وقدت قميصه من دبر فهذا القطع الذي حدث في القميص من دبر كان قرينة على براءة يوسف عليه السلام هذا علم القراءة في علم الجريمة والقراءة المعتبرة في القضاء أيضا القميص حضر عندما أعطى يوسف عليه السلام إخوته القميص وقال ألقوه على وجه أبيكم ارتدوا بصيرا فذهبوا إلى مصر إلى أطراف مصر البادية وألقوا القميص على وجه الأب المكلوم الذي كف بصره من الحزن فرجع بصيرا هذه طبعا كرامات ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن لها علاقة بالطب بأن الناحية النفسية تؤثر على الناحية العضوية والراحة النفسية تكون سبب في الشفاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن جمعنا إياكم دائما على مائدة القرآن الكريم وأن ينفعنا بهذا الكتاب الكريم في الدنيا والآخرة وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا قصص تجلت في المآثر والعبر تبلانها يستان في أبهى الصور فيها لأهل الحق نبراس الهدى تدعو إلى الرحمن أرواح البشر ذكرى من الماضية تتنا لليقين تلك القرون وذاك تاريخ السنين أترك خيال الفكر يبحر كل حين تلقى على الأفاق أسرار الخبر قرآننا بالخير منهاج السلام